هتكلم طبعا مع ضيفي واحد من نجوم التمنينات زي ما قلت لحضراتكم على مطش النهاردة على مطش بكرة بس خليني الأول أروح لبعثة مصر اللي بتشارك طبعا في دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران في الجزائر طبعا البيعثة الغاية النهاردة وصل رصدها لـ 45 ميداليا النهاردة كان استقبال حافل الحقيقة لمجموعة دي بحسان تحميدة طبعا بطلة مصر الدهبية مداليتين دهب في ألعاب القوة مسابقة 100 متر و200 متر وإيهاب عبد الرحمن برضو في ألعاب القوة نجم مصر لحقق الميداليا الفضية في رمي الرمح ده طبعا الاستقبال أوتوبيس مكشوف حضر الحقيقة في مطار القاهرة لاستقبالهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والحقيقة البعثة يعني طبعا طبعا ده شكل الباص اللي استقبله من نهاردة الباص المفتوح وعليه صور الأبطال بسان تحميدة 100 متر و200 متر عدو سيدات مداليتين دهب في رصيد مصر فرقوا معنا الحقيقة وقربونا بشكل كبير جدا من المركز أو المنافسة على المركز السادس والسابع وده طبعا بطلنا إيهاب عبد الرحمن اللي جاب ميداليا فضية في رمي الرمح فرق بيننا وبين أسبانيا وعتقد سربيا في المركز الخامس والسادس مصر حاليا في المركز السابع برصيد 45 ميداليا منهم 11 دهب 14 فضة و20 ميداليا برونزية الفرق بيننا وبين أسبانيا أو الفرق بيننا وبين الفرقتين اللي بيزبقونا في الترتيب أسبانيا في السادس وسربيا في الخامس زي ما حضراتكم شايفين كده أسبانيا بقت في الخامس أسبانيا زاد رصدها ميداليتين فبالتالي أنت بتتكلم في ميداليتين دهب عندنا واحدة بإذن الله بإذن الله إن شاء الله تكون مضمونة نتمنى ذلك يعني في الهاندبول طبعا ده رصدنا زاد ميداليا كمان من دقائق بسيطة جدا كانت في ميداليا برونزية في التايكوندو فزاد رصدنا في الميداليات البرونز لعشرين ميداليا وبقى رصيد مصر 45 ميداليا مش 44 ميداليا بنحتل بيهم المركز السابع فرق بيننا وبين اليونان في المركز الثامن ميداليتين دهب أعتقد صعب على اليونان تحصلنا لكن فرصتنا في أن نحن نخصر إسبانيا ممكن تكون وردة يعني إسبانيا لا إحنا محتاجين ثلاثة دهب عشان نعدي إسبانيا يعني نتمنى التوفيق لأبطالنا عندنا نهائي الهاندبول إن شاء الله يتلعب يوم الخميس أو لا يوم الأربع يوم الأربع بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لأبطالنا إن شاء الله تجاوزوا سربيا وهينلاعب الفائز من سربيا وأسبانيا وإحنا تغلمنا النهاردة على مغدونيا أعتقد بفرق كبير مذكور 34 تقريبا عشرين على كل أحوال كل التوفيق لكل أبطالنا الحقيقة أعتقد محصلة في حد ذاتها مش قليلة لكن كنا نطمح في الأفضل أنا بشوف الحقيقة البالنس أو التوازن في الميداليات هو اللي علينا أن نشتغل عليه يعني رصيد مصر ميداليات كبير مش قليل وأبطال مصر وقدرتهم على الوصول لمنصة التتويج تتجاوز يمكن دول سباقتنا في الترتيب لكن إزاي تاخد من البرونز والفضة تحط في خانة الدهب هو ده الشغل الشغل وأعتقد أننا المفروض نشتغل عليه عندنا برى الحداشر دهب عندنا 34 ميدالية 3-4 منهم كانوا فرقوا معنا كتير جدا لو 3-4 من البرونز والفضة دول كانوا جوم دهب كانوا فرقوا معنا بشكل كبير جدا في الترتيب لكن على كل أحوال ألف مبروك لأبطالنا اللي شرفونا في دورة البحر المتوسط شكرا